قبيلاً عقادي جلسة مجلس الأمن الدولي التي سيناقش من خلالها العدوان على قطاع غزة عقد مجلس الوزراء الفلسطيني جلسة خصصة لمناقشة العدوان على القطاع وخلال الجلسة أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أمله بأن يخرج مجلس الأمن الدولي بقرارات من شأنها تقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني كما وقدم اشتية شكر للجهود المصرية المبذولة في الاتفاق على هدنة في قطاع غزة